موسيقى مشاهدين الكرام طيب الله أوقاتكم بالخير والسعادة الأمل والتفاؤل هما زهرة الحياة فبهما تزداد رونقا وجمالا ويبعثان نورا يضيء طريقنا أيها الأحبة السعادة بمفهومها الجميل تعني حالة الأنس حالة المحبة حالة العمل وأيضا الشعور بنجاح وسعادة هذا العمل أيضا الأمل والتفاؤل أيها الأعزاء يمنحنا القوة والعزيمة للاستمرار ويمنحنا نظرة إيجابية تبعث في النفس الطمأنينة والراحة ويشعراننا أن كل شيء ممكن لم أجد أجمل من هذه العبارات التي تتغزل بالأمل والتفاؤل لتكون مفتتح حلقة هذا اليوم من أحلى الأوقات أحلى الأوقات دائما يتجدد معكم في لقاء شيق وحوار فيه من المهنية فيه من العمل فيه أيضا من تحقيق الإنجازات والنجاحات الواحدة والأخرى لذلك نفخر حينما يكون ضيوفي أسماء بارزة خدمة المجتمع في كثير من المجالات وأيضا في كل مكان هي تتواجد فيه بالبداية لكم مني عمار جمال كل التحاية وأيضا كالعادة ضيفي الدائم والضاحة الشادلية يبعث لكم التحاية وأهلا وسهلا فيك والضاح أهلا يا غمار أهلا عزيزينا المشاهدين كل من يشاهدنا أبركات حضر أموت أشكركم على كل شيء اليوم معنا ضيف مميز حتسمعوا من المقدمة اللي حقدمها أكيد محضر لنا شيء له يعني يروح مبسوط من عندنا أكيد دائما نحن نحضرين يعني كالعادة ما في شيء جديد بإذن الله بإذن الله إذن مشاهدين الكرام ضيفي اليوم هو أستاذ مشارك وعميد كلية المجتمع وأيضا مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني صاحب شخصية قوية وأيضا مثقف ويفكر برؤية عصرية لتطوير كل الخطط وتسخيرها لخدمة المجتمع هو الدكتور عبد الباقي الحوثري سأكون معكم ومع ضيفي في فقرة الحوار خليكم معنا مشاهدين الكرام مرحبا بكم من جديد يعد التعليم الفني في أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية فهو دعامة هامة من دعامات منظومة التعليم ذلك لأن التعليم الفني هو المنوط به إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويكتسب التعليم الفني في الوقت الراهن أهمية خاصة في ظل الظروف الحتمية التي تفرضها التحديات العالمية المعاصرة ومجتمع المعرفة الذي أصبح يطرح أشكالا جديدة للعمل ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالمي لا يوفرها عذرا التعليم العالي وإذراكا مننا لدور التعليم الفني المحوري في تحقيق التنمية نستضيف ربان سفينة التعليم الفني في ساحل حضر موت دكتور عبد الباقي الحوثري أهلا بك وسهلا في استوديو أحلى الأوقات دكتور أهلا وسهلا فيكم طبعا أشكركم على الاستضافة وأهنيكم على إطلاق القناة بث القناة الرسمي ومن خلالكم أرفع تهانية إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسيادة المحافظة حضر موت على هذه القناة التي تمثل حضر موت ولو نقولها أنها متأخرة شوية لكن الحمد لله طبعا أن تأتي خير من الاتقات حضر موت تزخر بالكثير من الأمور والمجالات الفنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل المجالات وستكون إضافة نوعية أيضا للقناوات في الجمهورية اليمنية وإن شاء الله أيضا أن تبرز مثل هذه البرامج التي أنتم الآن من خلالها تهتمون فيها وإن شاء الله تكون برامجها نوعية بإذن الله بإذن الله دكتور أنت لديك كثير ربما إرشيف جميل الواحد يستمتع لما يعمل حوار معك ضافي بإذن الله لو نأخذ بداية التعليم أنت أستاذ مشارك بجامعة حضر موت عميد كلية المجتمع حدثنا عن التعليم ما هو برأيك هل هو القيمة الحقيقية لتكوين الفرد والشخص؟ طبعا لا شك كلنا نعرف بأن الإنسان هو عبارة عن عجينة نعم وهذا العجينة يأما أن تتشكل بشكل جميل وأن تبقى بشكلها الموجود بل الأسوأ طبعا اهتمام بالتعليم بشكل عام يخلق أو يبدأ في تشكيل وتكوين هذه الشخصية أو الإنسان بشكل عام وسيكون مفيد لنفسه ولأسرته ولمجتمعه طبعا أنا انشأت دراستي في مدينة الدين الشرقية والأساسي والثانوية في مدينة الشحر تلك المدينة التاريخية التي نقلها كل التقدير والاحترام نعم والتقدير والاحترام طبعا بعد ذلك طبعا انتقلنا إلى الخدمة العسكرية وهي كان واجب وذلك في عام 85 وبعد ذلك سافرنا للخارج لبعثة في دراسة الهندسة نعم حدثنا عن أيام الدراسة كيف كانت لما كنت في خارج والله جميلة طبعا بكل معاناتها وبكل صعوبتها طبعا لأنه نحن لما ابتعثنا إلى الخارج أولا شباب في رعان الشباب وتعرف الفكر الشباب يريد كل شيء ومبتهر أيضا بالتقدم تلك البلدان التي لم نشاهدها طويل عمره وبالفعل أيضا أيام الخدمة العسكرية هي كانت طويلة شوية نحن جينا بعد أحداث مريرة له 86 وطولت حوالي أو أمتدت الفترة الخدمة إلى ثلاث سنوات وهذا يخلخل كل ما عندك من معلومات وأساسيات وكأنه بدأنا من جديد وكان أيام شاقة جدا ورغم الصعوبات كلها لكن كانت ممتعة جدا لأنه بدأنا أن نشوق طريقنا الصحيح والطريق للمستقبل وأيضا التقينا بأخوان من كل البلدان العالم بشكل عام تعرفنا على كل الثقافات من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا إلى الوطن العربي طبعا الوطن العربي هو مختلف ثقافات الشام والخريج واليمن وغيرها طبعا وأيضا من كل بلدان العالم بما فيها التحسفاتي اللي درسنا فيها أثناء عودتك إلى الحضر موت إيش كانت الخطوات بعد الدراسة هل التحقت على طول؟ والله أنا لما ناقشت رسالة المجستير تحصلت على درجة الامتياز وكان درجاتي يسموها دبلوم أحمر يعني امتياز كان امتياز وكنت هذا حوالي في عام 95 في أوكرانيا وطبعا كانت اللجنة كبيرة من الأخوة بروفرسورات طبعا هم درسونا وطبعا اقترح إحدى البروفرسورات بعد أن ناقشت وعطونا درجة الامتياز أن أواصل الدراسة ولكن تام الرد من الجامعة بأنه هو بعد تفقق تحسفتي وأنه علاقات لم تكن وإنما إذا يريد هو فيكون مدفوع في الوقت الذي قطعوا في السفارة المعونة طبعا بعد التخرج ولكن أصر هذا البروفرسور وأنا بلغوا التحياتي من خلالكم أصر أنه سيشرف على رسالتي الدكتورة بجانية وبالفعل الحمد لله كان الجهد الذي بذلته وتعبت في مكان مجهود ضايع ولكن أنا حبيت أن أنزل إلى اليمن وأرتب أموري وأرجع ولكن الحمد لله صادفت أنه إنشاء جامعة حضرموت حوالي أنا نزلت من الأوكرانيا أو رجعت في أواخر 96 وبدأت جامعة حضرموت في فتح تخصات وكليات مختلفة من ضمنها كولية الهندسة فتقدمت بملفي وكان يعني مباشرة ولكن أنا أذكر في هذا المقام الدكتور علي اليزيدي كان نائب عميد كولية الهندسة الذي يعني أعاننا في هذا الجانب وقدر ودفع بنا أيضا في هذا الاتجاه والحمد لله تم قبولي فحبذت أنا طبعا بدل مواصلة وأنا كان ما في أمور واضحة لا إعانة شهرية من الدولة ولا منحة كانت فقط منحة من الجامعة التي درست فيها ففضلت أنا أن أخوض غمار الجانب العملي لأنه سأعمل في جامعة حضرموت وبعد ذلك سأتهل عبر جامعة حضرموت كمدرس حتى أعمل طبعا بعد الماجستير كنت مدرس كنت أخذ الجوانب العملية المختبرات التطبيقات في المسائل وغيرها لأنه دائما نحن عندنا في الهندسة غالبا تكون المواد بالشكل التالي هي تتقسم إلى ثلاثة أيزاء مهمة جدا الجانب النظري والجانب العملي يكون هو تطبيق داخل الصف والليبريتوري المختبر الذي تنفذ فيه كل ما يتلقى من نظري وعملي يطبق عمليا في المختبر مرت الأيام ومرت السنوات وأيضا اختلفت الكثير من المتغيرات سواء على المستوى السياسي مستوى الاقتصادي والدكتور عبد الباقي الحوثري يتبوأ مناصب مختلفة ما شاء الله يعني نمسك الخشب زي ما بيقولوا يعني حتى يعني وصلت تدرجة كثيرة كنت مأمور كنت رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحلي وفي الجنون الاجتماعية وفي الاشيون الاجتماعية ونائب عميد كنت في المنطقة ونائب عميد وماشاء الله عليك كثير من المناصطة بواتها حتى الآن أنك مذير التعليم الفني وتدريب المهلي بساحة الحضرة وعميد كلية المجتمع المجتمع التقنية كيف تقيم حال التعليم الفني في هذا الوضع طبعا هو يعني هو ما يحتاج مني التعليم الفني يعني تعريف له التعليم الفني لا تقيمه أولاً كتعليم فني بشكل عام لم تنهض هذه الشعوب بما فيها الآن الاحتمام حتى في دول أوروبية مثل ألمانيا وغيرها وهي على رأس التعليم الفني ودول الشرق آسيا لم تتطور بهذا التطور إلا عندما اهتمت بالتعليم الفني التعليم الفني هو تعليم متوسط للأسف هنا عندنا المفهوم خاطئ جداً وناقص في مجتمعنا وربما تكون هي الظروف اللي خلقت هذا الجانب يروا أن التعليم الفني هو ذات قيمة قليلة أو ينظروا إلى أنه ذات مستوى قليل أو ينظروا أنه كل من لم يتحصل على فرصة في التعليم العالي أو في كليات أخرى أو جامعات خاصة فهذا هو المرجع الأخير أنا أقول لا إن شاء الله بإذن الله كل التنمية في هذا البلدان الناجحة بما فيها كوريا الجنوبية فيها ماليزيا فيها فيتنام فلبين أندونوسيا كل هذه دول شرق آسيا لم تتطور إلا بالتعليم الفني وأنا أقول لكم في هذا المقام أحدثني الأخ المهندس عبدالله مهيري هو مسؤول التعليم في موسطة التنمية البشرية عندما ذهبوا إلى الفلبين وطلبوا الاطلاع على تجربة التعليم الأساسي قالهم تفضلوا على تجربة التعليم العالي قالهم تفضلوا لما بدوا ويحدثوهم أن نحن نريد أن نطلع على تجربة التعليم الفني قالهم صب هذا أسرار وفعلا أنا أقول لكم حتى التجهيزات الحقيقية في المختبرات للتعليم الفني فهي من أغلى التجهيزات أنت الآن تخرج أو خريج ماهر وجاهل لسوق العمل وأنتم لما نشوف على معادلة التنمية التنمية هو يعطى 80% لخارجية التعليم الفني و20% وأقل للتعليم العالي ولذلك نحن بحاجة إلى عمال تعرفوا أنتم في كثير من المهن يتم استيراد كثير من العمالة من الخارج بما فيه حتى في دول الخريج في التقنية وفي غير هذا فأنا أقول أنه التقييم طبعا بنسبة بشكل عام في الجمهورية اليمنية لم يعطى التعليم الفني حقه لأنه كان الاهتمام كله في التعليم العالي والتعليم الأساسي والثانوي ولكن الحمد لله الآن السلطة المحلية هي داعمة بشكل كبير الوزارة أيضا من خلالكم الآن أنقول تحياتي للأخ الوزير السيد دكتور ذرزاق الأشول الرجل المتفهم الرجل الآن يريد أن يحدث نقلة في التعليم الفني ولكن الظروف هي لم تساعد حسب ما تعرفوا ما تمر به البلد لكن أقول إن شاء الله بإذن الله الآن في التشكيل الجديد سيكون التعليم الفني مع التعليم العالي دمجه في وزارة واحدة ففعلا يحتاج كثير والكثير وأنا أحدثكم بعد ذلك عن ما هو الذي استطعنا أن نعمله وما هو القادم الذي ستعملونه سأكون معك أيضا في محور حديثك حول التعليم الفني حول كثير من ذكريات دكتور عبد الباقي الحوثري وكثير من المواهب التي ربما المشاهد لا يعرفها ويعلمها عن الدكتور عبد الباقي الحوثري مشاهدين الكرام مازلنا معكم في أحد الأوقات نذهب إلى فاصل القصير ومن ثم نعود عدنا لكم مشاهدين الكرام في حوارنا الشيق مع الدكتور عبد الباقي الحوثري وكنا نتحدث عن التعليم الفني وعلى تقييمه للتعليم الفني هناك عداد كبيرة وأجيال كبيرة تخرجت وهناك أسماء كانت بارزة أنتم كرمتموهم في حفل رسمي كبير وكيف تشعرون حينما يكون هناك أسماء تمثل حضر موت على مستوى الجمهورية متخرجة من معاهد التعليم المهنية والتقنية وغيرها طبعا تجربة التعليم الفني هي في حضر موت الساحل أن حصلت في المعهد المهني في السبعينات وطبعا ضم خصوصات مختلفة مهنية وأساسية ومطلوبة في سوق العمل وتخرج كثير من الكواتر التي رفضت كل الدولة في ذلك الوقت طبعا وبعد ذلك بدأ المعهد التجاري في الثمانينات وبعد ذلك في 2005 المعهد التقني الصناعي والآن نحن بصدد المعهد المهني في جو المسحة الذي تكفل في الصندوق العربي السعودي من مباني وغيرها ومنشآت والآن بصدد أنه في مناقصات الآن تجري عبر الوزارة وسيتم تجهيز هذا المعهد أيضا متخصصات مختلفة أنا في هذا المقام أيضا أشكر المدرات السابقين طبعا الذين تبوأوا التعليم الفني الأستاذ المهندس محمد عبود أبو عسكر وأيضا الأستاذ اليل الشعيبي هؤلاء الذين قادوا دفة التعليم الفني وأنا من بعدهم طبعا في عملية الاستكمال بشكل عام بشكل عام سوق العمل يتطلب كثير متخصات الغير مدرجة ربما تكون لأسباب أولا حسب ما ذكرنا سابقا عذما النظر الجدية لمحتوى التعليم الفني ومخرجاته وربما تكون لظروف أخرى لكن الحمد لله نقولها أنه بدأنا الآن في كثير من التخصات المختلفة يعني التخصات التي كانت نادرة والناس تلاحظ أنها غير متوفقة وموجودة يعني في هناك خطة في اتجاهات الآن ولكن أقولها أيضا حتى الموجود عندنا من معاهد تخرجت منها كوادر كثيرة أرفضت الدوائر الحكومية وأرفضت أيضا قصص نجاح شخصية يعني خاصة من ورش وغيرها في تخصات مختلفة سواء كان في السيارات أو في الكهرباء أو في التكييف أو في والآن تقني الصناعي عندنا في الجانب الكتروني والمعدات النفطية والهيدروليك وكل هذه تخصات بشكل عام أنا أقولها أيضا نحن الآن سنكمل ما توصل إليه أو ما وصل إليه الأخوان السابقين من قيادات التعليم الفني هناك أيضا ربما يشتكل بعض من نذرة أو الوسائل التعليمية داخل المعاهد ليست بالشكل المطلوب هذا حقيقة وهذا حقيقة حسب ما قلنا أنه من الصعوبات أيضا والنظرة الغير عميقة نحن نقولها للتعليم الفني لكن الحمد لله نحن أحضينا بتجهيزات بالأخص في المعهد التقني الصناعي ربما يكون في المعهد المهني في خلف ونحن الآن ساعيين بأن سيكون وقعنا نحن الأسبوع الماضي اتفاقية مع مؤسسة استجابة التي في دعم من المؤسسة أو جمعية الإغاثة الكويتية في ترميم هذا المعهد بشكل كامل وأيضا وضعنا بعض المقترحات بأنه نوسع في بعض القاعات لأنه أدخلنا بعد تخصصات خلال السنة الماضية وهذه السنة تخصصين جديدة التي هي كهرباء أجهزة منزلية وكهرباء سيارات وأيضا نحن بصدد أن ندخل تخصصات أخرى لكن فعلا حسب ما حدثتكم في البداية أن التجهيزات تريد أو تكلف تريد لها مبالغ كبيرة ولكن الحمد لله الآن فتحنا المجالات مع المنظمات الدولية فتحنا المجال مع الصناديق وأيضا عبر الوزارة والسلطة المحلية أيضا تدعم في هذا الاتجاه نحن نقول إن شاء الله بإذن الله عملنا مسح وتعاون مع الغرفة التجارية وحاولنا بقدر الإمكان أن نتعرف وبعض الجهات الأخرى على ما يتطلبه السوق لأنه فعلا أقول لكم حقيقة التعليم الفني إذا لم يواقب ما يتطلبه سوق العمل والتطور والتكنولوجيا الحادثة على أرض الواقع أعتقد أنه سيكون متخلف وغير مجدي في هذا الجانب يعني أقصي أنه ليس متخلف بالتخلف لا متخلف أي متأخر في هذا الجانب ولا يواقب الرقم وميزة التعليم الفني يجب عليه أن يكون متوازي في سيره وفي حركته في هذا الحارة بما يتطلبه سوق العمل دكتور أيضا تطوير على مستوى الوطن العربي والعالم في موضوع التعليم الفني من حيث المناهج التي تدرس هل هناك تحديث لمناهج التعليم في حضرامور؟ نحن تحدثنا مع الوزارة والآن هذا الأسبوع والأسبوع القادم عندي مع منظمة وقد أعطتنا الضوء الأخضر بأنه ستدعمنا في هذه الاتجاهات الاستشارات عملت دراسات طبعا في جانب التدريب وفي جانب تحديث المناهج نحن من أول أن أتوليت المهمة فأنا أتحدث مع الوزارة وبالأخص مع الأستاذ دكتور وزير التعليم الفني بأنه يجب علينا أن نحدث مناهجنا ودائما أن تكون في تحديث هذه هي مهمة صعبة وشاقة طبعا تريد من اللجان تريد من الدعم من موازنات تريد من هذا الجانب وتريد أيضا ما يوازيها من التجهيزات لأنك أنت مش معقول اليوم أنت في هذا المختبر تعمله بعد مرور خمس سنوات زي ما تشوف الآن التكنولوجيا مثل الجوالات وغيرها والكمبيوترات وغيرها السرعتها سريعة جدا في عملية التطور ولذلك نحن حتى المختبرات أحيانا والمناهج نفسها تتأخر عن ما هو في سوق العمل مش معقول أن تكون عندنا مناهج موجودة على بعض الصناعات في التسعينات وتعرفوا أنتم خلال مس سنوات يمكن خلال أشهر خلال سنة واحدة تتغير كثير من هذه الصناعات لذلك أنا أقول يعني صعوبة التعليم الفني والاهتمام به يريد اهتمام خاص مش زي التعليم الأساسي مش التعليم الجامعي حتى التعليم الجامعي لكن هذا جانب تطبيقي أنت تدرس سنتين يعني تقني اللي هو دبلوم تقني سنتين تريد أن تقدس له وتعطي له من المعلومات أن يخرج جاهز ومقبول في سوق العمل الآن نحن نلاقي صعوبات صح عندنا شراكات مع بيترومسيلة في طلابنا في معدات نفطية يتدربوا عندهم وهم الآن أخذوا كثير من طلابنا عندهم الآن أيضا مصنع الاسمنت العربية مصانع أخرى جيدين صافر شركة صافر طلبت حوالي ثلاثين خرج من معدات نفطية خلال السنة هذا وتحدثوا معنا ونحن حاولنا أن نتواصل مع الخرجين إذن سوق العمل أو الشركات الخاصة هي معا بتنتظر أو تعيد تأهيل المتخرج هي تريد أن يكون على الأقل تكون الفجوة صغيرة جدا حتى أن تكمل هذا الفجوة هذا هي صعوبتنا في التعليم الفني حتى نحن نقول فعلا سنتحدث اليوم وبكرة وبعد بكرة أن نقول أن الوسائل التعليمية غير مناسبة ما تتواكم مع سوق العمل هكذا لأنه التعليم الفني ضرورته المواكبة والسرعة والدعم اللامحدود في هذا الجانب إذن دكتور كالعادة معنا الوضاح الشاذلي شي في البرنامج وهو اليوم هيقول لنا إيش اللي يطبخ لنا كيفك مع الأكل أنت دكتور والله طبعا أكل لنا يعني بشكل عام الحلاء والأكل يعني شوف أنا أقول لك الغذاء أو التغذية هي متعلقة بالصحة بالجانب النفسي أنا بس قليل أريد أعرج لو تعطونا فرصة نحن مشكلتنا وهذا أنا الآن في عندنا بتحدث بعد ذلك عن كورية المجتمع وهذا تخصص نحن ثقافتنا الغذائية فقيرة مطبخنا الحظرمي فقير فقير وهذا لا ينطبق إلا فقط على الفقرة الفقرة والأغنية وكثير من الأمراض الآن المزمنة هي سببها سوء التغذية سوء التغذية العدم قدرتنا هي موجودة الأشياء يأخذوها الآخرين الحبة السودة وغيرها والآن موجودة الكوبيش والملفوف لكن كاستخدامنا وكثقافة موجودة عندنا في فقر فيها أنا يعني من خلال هذا القناة لو فعلا ممكن أن يكون في برنامج خصوه في الثقافة الغذائية نعم في هذا الجانب علم التغذية في علم خاصة في هذا الجانب أحيانا أقول لكم أن بعض الأمراض تتعالج بالتغذية لأنه نقص تغذية نحن نمتلك أفضل عسل على مصر العالم نمتلك كثير من المنتوجات الزراعية المنتوجات السماكية العالم كله يعني يجري وراها وهي موجودة عندنا طيب دكتور هل أنت تطبخ ولا ما تطبخ والله طبعا عمليه أيام الدراسة تعلمنا ولكن تظل الثقافة اللي موجودة عندك همشي الرزاز عندنا نحن الناس رزازة يعني والضحش اللي يوم محبّر لنا نحن نجمزين أكلة عادية جدا وسهلة وممكن نستقبلها اللي هي أسمى بيزا يعني بيزا بطريقة مبسطة سهلة مش اللي انتم تعرفون مثلا الصعبة والمعقدة نحن بسطناها بقدر الامكان بحكم ان يستوعبها اللي من شاهدنا ويأخذ فكرة عليها الدكتور ويمكن نحاول يجربها يعني يوم من الأيام حب البيزا دكتور ولا؟ البيزا هي طبعا تكون لها بس مش دايلة هي تعتبر من الأكلات السريعة طبعا الأكلات الخفيفة يعني السريعة طبعا مداومة عليها ما ننصحناها طبعا صحيا يعني صحيا ما كان في الأكل مرة كل الأكل كالعادة المهم يعني رأيك بعدين في أكلة البيزا مع وضاح إن شاء الله العنوان مبين منه يعني بإذن الله معنا بيزا أيضا وحاجة حالية وحاجة حالية حنكون معاك في مكانك وتقول لنا كيف طريقتها وكيف ممكن نعملها أو يعملها أي شخص متوعدي كالعادة أنا أمتظركم يعني تمام دكتور ما زلنا نحن نتحدث حول التعليم الفني لكن خلينا نذهب أولا لجانب الشخصي من دكتور عبد الباقي غششونا وقالوا لنا كنت متعدد المواهب ممكن نلاقي الدكتور عبد الباقي يعني يعشق الرحلات البحرية أيضا نجده فنانا عادة يغني لديه صوت جميل نجده أيضا ربما يقول شعرا أحيانا حدثنا عن هذه المواهب المتعددة ما شاء الله يعني هلها علاقة بالهندسة؟ لا طبعا أشوف أنت تعرف مرحلة الطفولة عندنا طبعا ألذ ما فيها هو أن يتنقل الطفل في مراحله نعم من موخبة إلى موخبة أخرى وأحيانا لم يكتشفها ولكن بالصدفة بنسبة للصوت طبعا والفن هذا رباني طبعا نحن ما حاقدر يتدخل في هذا الجانب نعم لكن أيضا كأذن سامعة أو تسمع ربما أن تكون فيها من الذوق ولعبنا طبعا الرياضة كرة قدام متدرجة في بعض الأفريقا وحتى الفاتة العمرية للشبيبة ربما موضوع الصوت دكتور موضوع الصوت ربما للتصاقق بالصديقك العزيز الفنان الكبير مفتاح سبيت كندارة ربما شربت أو أنا صهري أنا صهري أنور الحوثري أها وكمان الفنان الكبير والأديب والشاعر والملحن طبعا هو يعني الزوج الكريم يعني آه ما شاء الله وطبعا هو ربما تكون فيه بتوارث هذا الصوت الوالدة ما شاء الله صوتها جميد الأخوان الكريم طبعا وهذا شي رباني بس أنا طبعا الظروف لم تسمحن ولكن كل الأخوة سواء كان الفنان عوض بن ساحب الفنان المرحوم الله يغفر له سعيد نصيب لأنه كان جارنا الفنان أنور الحوثري قدو صهر عزيز وآخرين طبعا والآن طبعا أبو محمد اللي هو سبيت كندارة طبعا جلسات خاصة وغناء الفنان حمد حسن بحشوان صديق عزيز الفنان محمد القاضي الحسني وكثير من الأخوة طبعا لم يسعفنا ذاكرتهم يعني يعذرون في هذا الجانب النهوايات طبعا استمعنا إلى تراث حضرموت تمتلك تراث عميق وعميق جدا أنا مدينة الدي الشرقية طبعا المولد فيها فنانين وفيها لعاب شعبية طبعا أنا لعب عدة أيضا لعاب شعبية وأساسي أعتبر أساسي مفروض نعمل كرنفان وبرنامج كريمة فتوهن خليك تجرب كل المواهب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله فنحن شف الطفولة كل جربنا حاولنا وقدر الإمكان أن تبرز مواهبك وأن تحب أن تشارك لأنه شوف المشاركات وإبراز المواهب هي تعود بالسعادة والفرح في ذاتك وتحس أيضا بذاتيتك أنك قادر على أن تعمل شيء جانب الدراسة طبعا هذا جانب مهم جدا أساسي لكن أحيانا الظروف ما تسمح طبعا أنا نسيت لم أذكر الزملاء وأخواننا وعزاء الفنان محفوظ بن بريك الأخ عبد الحكيم ناجي بن بريك كله ندرس مع بعض أخوي علي سالم طبعا بعدين ومحمد سالم طبعا هذا أخواننا عزاء كلهم يعني زملاء فكان فيه احتكاك في الجانب الفني أو الوسط الفني المرحوم علي سعيد كان جلسات كثيرة معه فالحمد لله في هذا الجانب يعني فيه محاولات فنية هكذا مع جلسات بسيطة والرحلات الرحلات أيضا الرحلات هذا طبعا هي رفاهية أنت تخيل يعني الواحد أن يعيش حياته كلها بدون رحلات أحيانا نروح من يوم يومين إلى شرمة ترفع على نفسك تخرج الهموم فعلا فعلا والقريب من البحر أو قريب من بعض المناطق الزراعية أو غيرها طبعا الكل عندنا نحن عادة الشباب يعني معتادين على جانب الرحلات أيضا التقارب أحيانا بعض الأصدقاء يأخذهم إيقاع الحياة ولكن في هذه الرحلات نحاول أن نتقارب وأن نتبادل الهموم ونتبادل الذكريات وهي جميلة جدا يعني أنا أعتقد أنه من ضمن الأمور رغم أن في الخارج دائما غالبا هما يعني يعني يعدوا أو يجهزوا إلى رحلات صيفية إلى بلدان أخرى لكن نحن حسب الأمكانيات هكذا ننتقل من منطقة إلى منطقة أخرى أو من موقع إلى موقع آخر أي مكان يعني رحته رحلة فيه كان له ذكرة جميلة وتود أنك تكرر زيارته له طبعا هو على رأس هذه الأماكن هو شرمة شرمة هذا يعني هي موقعنا ومش موقعنا فقط عندنا الشاعر الشاعر حميدان المعلم حميدان هذا كان كل أشعاره على البحر وكان من هاوي الصيد وحتى أنزل له يعني خرج له ديوان شعري تم تجميعه من الأستاذ أنور الحوثري وأيضا بمعيد الدكتور سعيد جريري وكان هو حتى سمى بشرمة يعني أيضا مواقع أخرى نحن عندنا بيت في القرن هذا أيضا على البحر كان من أفضل بيوت يعني كان جدي هناك موجود فيها وطبعا مناطق الزراعية مناطق الزراعية أيضا هذا اللي فيه مسابح فيها فيها جانب أن تقضي وقت فينا جلسات أيضا لا نقولها شيء إنما جلسات طبعا على البساطة الأخضر يعني البحر والزراعة هم يعني موقعين يعكسوا كل المرح والسعادة وكثير من هذا البهج يعني ما هو خبر ربما أحزنك أو فراق أحد من أصدقائك ربما كان يعني تأثر في الدكتور عبد الباقر حوثي والله يعني فراق الوالد الذي هو يعتبر المثل الأعلى وأخيرا أخي وعزيزي وصديقي القاضي ناجي الحوثري كان من أكثر الأحزان التي أوجعتنا ولكن فراق كل عزيز طبعا وكل صديق وكان أيضا زميل لنا الأستاذ عوض الملغزي كان زميل مرافغ لنا في الثانوية العامة الفراق يعني شيء مؤلم ولكن هذا حق نقولها الحمد لله على كل حال طبعا نترحم عليهم جميعا ونقرب أن يغفرهم ويرحم لهم دكتور سعيد جدا بهذا الحوار الجميل وللحديث بقية في القسم الآخر مع الشيف والضاح الشهادي لمشاهدين الكرام سنكون مع القسم الحاجات الحلوة التي تحبوها والتي نحن كمان نحبها لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا أنتم في أحلى الأوقات مشاهدين الكرام أحلى الأوقات ما زال معكم وما زلنا في أحلى كلام يقال هنا وأيضا نحن في قسمنا اللي فيه أكريا دكتور ومعنا الشيف والضاح الشاذلي والضاح خبرنا ما شاء الله عندك اليوم مقادير مختلفة عن سابق الحلقات خبرنا اليوم معنا أسمو البيتزا زي ما ذكرنا قبل شيء نعم البيتزا عبارة عن كوبين دقيق ربع كوب سكر ربع كوب حليب بوترة بالإضافة إلى ربع كوب سكر بوترة يعني أسمو بوت سكر العادي اللي حسب ما ذكرناه نحن بنضيف عليه ملعقة خميرة وملعقة ملح مثلها وربع كوب زبدة هذه المقادير كوبين من الأسمو الدقيق بالإضافة إلى ربع كوب سكر إلى ربع كوب حليب بوترة إلى ربع كوب زبدة إلى ملعقة خميرة إلى ملعقة ملح كيف ممكن بيض حبة بيض بنضيف عليها ليش حبة بيض؟ حبة بيض هي ما تحتاج بها بيض بس بيض نحن بنضيفه عشان تعطينا لون في نهاية الأسمو العادي يطلع لونه حسب ما نبعه تبغى لونه أحمر زيادة يمكن نضيف حبتين يعني لكن أهم شيء التدرج في عمليتها أهم شيء الخطواتها يعني أنا الآن ذكرت مجرد لا يعني أنت قلت أنه قبل ضروري ذا يذوب أيها هذا حسب ما قلت هذا يؤثر في عمليتها هذا يؤثر يعني البيزة مش مجرد حاجات نحن بنضيفها مقدير لا البيزة مقدير بخطواتها كيف مقدير بخطواتها؟ أولا نضيف السكر مع حبة بيض مع الزبدة الرابع كوب الزبدة بنضيفهم في العجانة لين يذوب السكر بعد ما يذوب الأسمو السكر بنقوم بعملية كوب كب الأسمو الدقيق والحليب الأسمو البودرة مع بعض نجمعهم في وعاة واحد ونضيف عليهم ملعقة ملح وملعقة خميرة نضيفهم ونتركهم في العجانة مدت 4 ساعة مدت 4 ساعة الماء أيضا الماء لا نساء الماء مش عن كوب الماء وخلاص لا المانا أنا أعطينا معا شي شي تدرج 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 إلى نشوف العجنة يعني انتهت أنا برويك العجنة كيف تطلع العجنة بيضا تاخد وقت معنا نحنا عشان كده نحنا احسرنا الموضوع لكم بطريقة سهلة جدا عجنة بعد ما تطلع أيضا من العجانة بحكم أن فيها خميرة لا ننسى نتركها خامس دقائق نجهز السلطة زي ما انتم شايفين السلطة نحنا جهزناها بيبار مع طماط مع أمامكم في الفلحات تحط عليها موكم بسباس حار التجهز خليك أنت جاهز بعد ما تخمر ما ينفع يعني تنتظر أنت تفردها تشتغل فيها العجنة تطلع من العجانة زي ما أنت شايف هذه العجنة هذه العجنة هذا بعد ما هذا بعد عملية ضربة في العجانة طبعا تكون بحالة معينة بحالة لا رطيبة ولا قاسية ضرورتكم لأن عبية الماء بتدرج لينا عشان نشكلها الماء يعني ايه بتدرج الماء عليها بحكم عشان تخرج المطلوبة تخرج بهذا الشكل بهذا الشكل طبعا أما بعد ما تطلع من العجانة فالباقي أشياء سهلة نفردها بهذا زي ما أنت شايف نقوم بعملية فردها نقوم بعملية فردها على الصق هذا على الصحن يعني هي الآن طبعا قدها خامرة حسن فقلنا نحنا نترك التخمر مدة خمس دقائق ما نكون شوية على من جهز نحن الآن معنا عدنا خامرة تماما جاهزة عملية صنعة 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 زي ما أنت شايف نحن نفردها بشكل كامل المساحة كمان الكوبر اللي بغيته يعني أيوة يعني ممكن العجنة اللي احنا سوناها طلعت هذا الشي اللي هي ذكرنا عن المقدير قبل شئ يعني هذا تطلع معك هذا تقوم بعملية فردها يعني إلى توصلها نهايتها لأن هي أحجام هي أحجام يعني هي أحجام طبعا ممكن أن نكسوم هذا الشي نصين ووفرد عاكم مية بسيطة ممكن أكبر من ذا تعمل كماني متمرس فيها أنا سويت حجم كبير فهذه هي الآن الطريقة عندك نحن قمنا بعملية فردها ناخد قطاعة أي قطاعة أنت تفضلها الحجم الذي أنت تحبه هذا في سؤال كده صغير في أنا معي هذا القطاعة طبعا هي تباع في الأماكن في المطاعم في المطاعم وربما تكون بأسعار أحيانا بعض الأسور ما تستطيع لكن الآن من خلالكم من خلال هذا البرنامج يتعلمها لكثير وممكن يعملوها ولا يحرموا أبناهم يعني في البيت زي بيتزا نحن سهل تسوينا ما سوينا البيتزا الصعبة يعني استخدمها الطريقة يكون له وهذا مميزات الجميلة للبرنامج يعني نحن نحن دائم بسهلا يعني أحلى وقات يعني أحلى وقات أحلى وقات نبحث على أحلى شيء ممكن يطلع معنا ويستهل مجتمع الحضرم يعني أهه مستهل استهل صراحة مع وضع الظروف هذا شفت أنت فرد أنا بأخذ هذا القطاعة ليش خدت هذا القطاعة بالذات هذا القطاعة عشان تهد ما يحجم صغير زي ما ذكرنا قبل شيء ممكن الواحد يسويها في البيت وروح يبيع القطعة حسب ما هو يحب شفتك شفتك أم يبيعها وناحنا اخترنا هذا القطاعة اللي ممكن يطلع معنا منها أكثر من عشر حبة ممكن تطلع عشر حبة حسب أنت ما تقطع هل ممكن تكبرها والصغير ممكن أنا أفردها أكثر زي ما قلت قبل شيء ممكن أقسمها أنا احطرت عطتك الفكرة مجرد البرنامج تاخد فكرة اللي نحن بنسويها صحيح الفكرة مننا هذا الشيء تشوف معي انته أنا الآن بقطع عملية قطعها هذا الفكرة الرمضانية ده غالبا يعني في البيوت تعمل نحنا قمنا بعملية قطعها لما انت شايف هذه نحن نشيل ذلك نقوم نطبق على هذه الحبة اللي موجودة معنا الآن نعم هذه الحبة بعد ما سوينا حبة بيتزا ناخد الصلصة مع البيض مهم بعد ما سوينا كله وطلعناها من عدانا من عدانا وأصبحت جاهزة حبة بيض مع شوية الصلصة نعم نقوم بعملية دمجهم مع بعض دمجناها مع بعض نعطيها في الوجه مهم نقوم بعملية دمجها زي ما انت شايف هذه الصلصة ما أحبة بيض أنا أخذت الفرشة وبعطيها من فوق مهم عطيت الصلصة ليش والبيض ليش ليش هنا السؤال الصلصة طبعا طعم مهم البيض زي ما ذكرنا في البداية يعني الحبة اللي سويناها داخل عيننا تعطيها لون من داخل الحبة اللي فوق مع الصلصة تعطيها لون من برا يعني لون أحمر حلو وانتو بتشوف كيف تطلع معنا ممكن انت اللي شاهدنا طلعها أحسن من المهم ممكن نحنا نكون وصلنا الفكرة مهم هذه الحبة بعد ما سوي الدق لا خلاف على هذا الشي ممكن نحط بيتزه ممكن نحط الزيتون معنا السلطة كما تشايف هذا طماطم مع ببار مع شوية بسباس حار مصحول بالإضافة إلى شوية فلفل بأخذ الكمية اللي أنا أحبة كلها حطيت عليها لأعبيها يعني مهم أنا الآن كومت بتعبيتها بالسرط بعد ما عبيتها بأخذ الزيتون زيتون بأخذ كم حبة زيتون وبعطيها فوق مهم طبعا بنسبة للتعبية هذا مختلفة فيها تاتي بالتونة تاتي بالدجاج تاتي بالمدانق ذكرت أنا أول شي معانا حاية مبسطة سهلة ممكن إنت تفضل تكون مع التونة تمسح عليها بتونة قبلها تفضل مادية تمسح عليها بالدجاج بعين بأحط الأس مسلطة عليها بأضيف بعد ما حط هذا شيء الموزرلة الجبنة الموزرلة تختلف فيها بيضة فيها صفرة معها كلهم يعطون نفس الموزرلة أي شيء أحاسب بالختيار يعني أي حاجة أي حاجة الموزرلة نحنا حطينا حلان فقمت على بيضة جوبنا موزرلة خاصة قدها بالبيتزا وأشياء ثانية بس عن البيتزا أكثر استخدام موزرلة في البيتزا وتكون جاهزة تكون جاهزة هذه الحبة جاهزة تماما بعد الصحن الثلاثون هذا الصحن هذه الحبة الآن تعتبر جاهزة تركها أيضا تركها وهي برع هي برع أعطيها فرصة أيضا ممكن تعطينا حجم أكبر لأننا حطينا فيها الخميرة الخميرة ممكن تنتفخ أكثر فأنا لازم خليها تأخذ الخميرة بما فيها الكفاية أقوم بعملية تدخله الفرم بعدين تدخله الفرم على كم على كم على مئتين وخمسين مئتين وعشرين لا أخلاف في ذلك أمشي من بعد المئتين لأنها عبارة عن خميرة أي حاجة فيها خميرة كمعلومة يعني كاروتا أو عيش أو أي حاجة يأخذ حرارة أقوى لا يطوى في الفرم الفرم على طول مجرد أربع ساعة عشر دقائق بالكبير أنت أقول عشر دقائق داخل الفرم تخرج من الفرم تكون جاهزة لأكل تركها تبرد تأكلها وهي سخنة أعطينا أنت الآن فرصة مجال مع ضيفك أنا أبقى تكون جاهزة مع البيتزا ويشوفون هالعجزان مشاهدين وضيفنا كيف أصبحت بعض المقرد دكتور حتى تجهز البيتزا نحن نحن ننهي هذا الحديث الشيغ معك لكن خلينا واش نتحدث على حتى لا ننسى كلية المجتمع ما هو وضعها ما هي خطتكم في هذه المرحلة طبعا حسب ما تعرفوا أنه في حضرمت بشكل عام الوادي والساحل توجد كليتين مجتمع كلية في سيئون وتضم خصات مختلفة نعم وكلية في مدينة الشحر وليش في مدينة الشحر لأنه كان النظر في توزيع المؤسسات أو المنشآت التعليمية أن تكون في المدن الرئيسية طبعا في المكلة تركزت فيها جامعة حضرموت جامعة الأحقاف جامعات أهلية فروع أيضا وفي جامعة أهلية يعني أنشأت نعم فكان أنه عملية التوزيع من أجل الأزدحام ومن أجل أيضا تقريبا هذه الأنشآت لكثير من المناطق حتى يتحصلوا على فرص تعليمية لكن تكونت فكرة بعد التداول مع الوزارة بأنه في المكلة يجب أن تكون كلية المجتمع أيضا لكن هذه كلية المجتمع تكون مختلفة طبعا الذي في الشحر والذي في سيئون ربما تكون فيها تخصات متقاربة وأيضا نفسي ممكن تخصاتي موجودة في الجامعات أو في التعليم العالي نحن منذ الدراسة الأولى أو دراسة الجدوى الدراسة الأولية لهذا الكلية حاولنا أن نوضع بعد التشاور طبعا مع كثير من الأساتذة أو أصحاب الخبرات وغيرها ومستمرين نحن أيضا في عملية التشاور وليس هذا إنهائي أننا حاولنا أن نوضع فيها كل التخصصات التي مطلوبة في سوق العمل وغير موجودة في كل هذه المنشآت التعليمية سواء كان العالية أو التعليم الفني أو الكليات المجتمع طبعا كليات المجتمع من أجل تعريفها هي تجربة أمريكية نعتبرها كأنها جامعات مصغرة يعني هذه الكليات أي كلية المجتمع من حقها أو من طبيعة تجربتها أن تكون فيها أجسام أو دواير دواير هندسية دائرة للصحة والمجتمع دائرة اقتصاد وإدارة وأعمال دائرة لتعليم الفتاء وهذا كأنها بمثابة كليات موجودة مختلفة فيها تخصات داخلها طبعا نحن ركزنا في الدراسة وهذا أيضا ولو طال الوقت إنشاءها طبعا قصي تدرجنا فيها تخصات لكن ستكون هذه التخصات غير موجودة في كل المؤسسات التعليمية وأنا أقول لكم وربما يعني يستغرب البعض أن هذه التخصات لم توجد حتى في عدم نفسها في المناطق الجنوبية نحن نتكلم كلها يعني على سبيل المثال أنا أقول على سبيل المثال طبعا في تخصات كثيرة مختلفة نتحدث عن هندسة أجهزة طبية نحن نعاني الآن مؤسسات حكومية مستشفيات مرات خاصة لم يوجد فيها عندنا على سبيل المثال متخصصين في الميكاكترونيكس هذا التخصص الآن طبعا سابقا نحن قلنا كيف تتطور التكنولوجيا سابقا الميكانيكا كانت تدرس منفردة وإلكترونيات منفردة والجانب الحاسوب طبعا ظهر متأخر طبعا هذا التخصص هو حديث كله في القرن العشرين الواحد العشرين باعتبار أنه الحاسوب لكن أقولها الآن كل دمج مع بعض في تخصص يسمى ميكاكترونيكس يعني الميكانيكا يجب إدارتها بدوائر إلكترونية وببرمجيات الآن المصانع كلها الأتمة وكل المصانع والأجهزة المنزلية السيارات كلها هي عبارة عن ميكاكترونيكس الطاقة المتجددة الآن الناس يبحثوا على طاقة نظيفة وبديلة لم توجد هذه التخصصات عندها والآن أنا أقول لكم أنه في كثير من البلدان يوفروا طاقة عبر طاقة الرياح وطاقة المياه وطاقة الطاقة الشمسية وغيرها أيضا أمن المعلومات والآن نحن في عصر الكل يعتمل حتى الدراسة الآن عن بعد والشركات كلها والبنوك وتعرف أنتم سمعتوا عن كثير من الجرائم الإلكترونية أمن المعلومات هذا سيؤمن كثير من عمل المؤسسات أحيانا تختلص ملايين من الدولارات يعني من المؤسسات أو في عملها في خلل أو واحد يريد أن يعرقل عليك العمل ويخسرك خسائر كبيرة نحن نتكلم أيضا على إدارة المستشفيات وإدارة صحية لأن عندنا كثير من هذه المستشفيات الخاصة والحكومية وغيرها إدارتها هي من قبل أطباء هي عملية اجتهاد وليس كتخصص إدارة حسب ما تحدثنا وكان في حديثنا اليوم طبعا هذا علم التغذية أو علوم التغذية نحن محتاجين إلى ثقافة تغذية حقيقية حتى نتجنب كل هذه الأمراض المزمنة الآن موجودة وأنا أحيي وأشكر الأخوة القايمين سواء كان القناة أو القايمين على هذا البرنامج أن أدخل جزء في هذه الثقافة الغذائية فعلا أنا ربما أريد لها أن يكون برنامج خاص في هذه الثقافة أنتم حاولوا بقدر الأمكان أن يكون في برنامج خاص نستفيد من كل ما موجود لا نحاول أن نبحث على غير موجود في داخل المنطقة في عندنا حاجات مقتنزة عندنا كنز داخل بس نحن لا نستطيع أن نتعامل معه أو نستخدمه بالشكل الصحيح أنا أقول لكم حقيقة عملية المقادير هي تعود على الجانب الصحة عملية الاختيارات أيضاً عملية التكوينات التشكيلات وفي أمور كثيرة جداً نحن نشوفها ونستغرب أنها موجودة عندنا هذه الأيزاء أو المقونات لكن لا نستطيع أن نعملها شكراً على المقاطعة أخوة ذكر الحاجة السهلة الحاجة اللي مش اسمها معقدة فنحن في البرنامج هذا اخترنا بقدر لمكان الأشياء السهلة والمتوفرة والموجودة في أي مكان ممكن نحصلها والصحية في نفس الوقت إذن نحن معكم مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نتذوق البيتزا والحلل اللي حيقدم لنا وضاح الشادري ونختم مع الدكتور عبد الباقي الحوزري ابقوا معنا عدنا لكم من جديد مشاهدين الكرام في أحلى الأوقات ووضح الضيافة للدكتور عبد الباقي لأنه سيغادرنا ولكم أيضا طبعاً نحنا بمتجهزين لحية حلوة زيما ذكرناها بإضافة إلى الأسم الحلاء الحلاء هذه بإذن الله نحاول بقدر المستطاع أن يكون مدى البرنامج ما أي وجبة كوب حلاء كوب حلاء مختلف هذه المرة الحلاء بسكت عادي بسكت شاي نحاول بقدر المستطاع أن تهرج من عندنا مبتسم حالة ومبسوط ومبسوط وتذكرنا بكل خير بدنا الله يكفينا شرف أن هذا الطاقم الشبابي ونحنا لنا شرف صراحة بالنسبة لدي شرف كبير أن يطبخه وصلح أكله الطاقم الشبابي لكل يعني من مصورين ومخرجين ومعدين القيادة هي أصلاً شبابية القيادة الشبابية طيب شكراً لشكراً أتضار يعني رايتم ندوق البيتزة كما قلنا بيتزة متواضعة بيتزة سهلة بيتزة يقدر لا تعنيك شهادة بالنسبة لي الحلاء عبارة عن إيش؟ الحلاء عبارة عن أسمى قشطة حليب مكثف حاجات سهلة متوفرة في أي مكان زي أسمى قول بسكت رشة بسكت فوق عليها ممكن تحط عليها نوتلا، لوتس، مربع نحنا حق اليوم هذا اللي معنا حلاة بالمربع يعني بالمناسبة دكتور عبيباقي يحب دايماً الخبز والدقيق الحاجات المثقيلة الحاجات خفيفة نحاول نطلع بها في أبسط الشغل شكراً لك يا وضاح من طعم الحلاء ودكتور سعداء جداً بأنك مزواجد معنا داري اليوم رسالتك للفتيات الملتحقات بمعاهد تعليم الفني أخيرة لأن هناك كمان ذكرنا أنه هناك إقبال على تعليم الفتاة كان في مناطق نائية كثير ربما يخلي بنته تدرس مكان رسالتك لهم حتى نخطي الله إلى الآن في بعض التخصات التي تسمح لدراسة الفتيات لأن الفتاة لها بعض التخصات التي تناسبها في هذا الجانب طبعاً في تخصات أخرى ما تناسبها المتاح الآن في التعليم الفني ليس بالقدر الكبير والطموح بالنسبة لجانب الفتاح لكن نحن نسعى من ضمن خطوطنا المستقبلية والذي لما نتحدث عنه أنه ينشى معهد سمكي بحري وأيضاً ينشى من ضمنها معهد خاص بالفتاح وهذا ضمن الخطوط موجودة حتى أنه عندنا أرضية في فوة في هذا الجانب ولذلك رغم أن الخصات الموجودة عندنا الآن لا باس بها ويخرطوا فيها كثير من الفتيات من داخل المكلة ومن خارجها طبعاً لكن إن شاء الله في المستقبل القادم ستكون أوسع في هذه التخصصات وسيكون أيضاً تخصصات أو معهد خاص لتعليم الفتاح في كل المجالات التي ممكن أن تعمل في هذه الفتاح أيضاً لا ننسى أن في كلية المجتمع سيكون تخصصات كثيرة أيضاً خاصة بالفتاح على وجه الخصوص التطريز والخياطة والتجميل وكل هذه التخصصات إن شاء الله الأمور المتعلقة بالنساء الآن شكراً لك دكتور عبد الباقي الحوثري مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بساحة حضر موت على تواجده معي في أحلى الأوقات شكراً وضاح الشهاديني شكراً مشاهدين على كارم أنا أشكر بس فقط عفوا نعم يعني الاسضافة أشكركم على هذا الجو اللطيف فعلاً هذا الآن جرع يمكن حق شهر قادم يعني نحن بعد شهر بغينا جرع أخر إن شاء الله بإذن الله أشكر جميع القائمين على الجناء وهذا مكسب كبير حسب ما يتحدثنا وأشكر كل الطاقم الشبعي شكراً لكم لكم منا كل الحب والتقدير والامتنان إلى اللقاء اشتركوا في القناة